خلال لقاء تواصل افتراضي خصص لتقديم رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان الصحة والسلامة في العمل دعامة أساسية لتنمية الاقتصادية والاجتماعية دعا رئيس المجلس السيد أحمد ريد الشامي إلى إصلاح منظومة الصحة والسلامة في العمل وفقا لرؤية شاملة جاء الوقت باش كون واحد الإصلاح شمولي انتع منظومة انتع الصحة والسلامة في العمل ولهذا تنقل عدة توصيات أولا خستكون واحد رؤية شاملة ومندمجة ثانيا فيما يخص الحكامة خستكون إحداث واحد الوكالة الوطنية تتحرص على واحد سياسة عمومية خاصة في هذا الميدان هذا ثالثا كما قلت خستبدأ القانون والإطار القانوني تحسن آخرا خستبدأ يكون تحسيس الوقاية وكان المجلس قد بلور دراسة في إطار إحالة ذاتية حول موضوع الصحة والسلامة في العمل التي تشمل القطاع العام والقطاع الخاص بمختلف مكوناتها ومنها المقاولات الصغيرة جدا والقطاع الفلاحية والقطاع غير المنظمة في الحقيقة المعطيات الإحصائية كتبين على أن مسألة الصحة والسلامة عندها واحد الكلفة اقتصادية واجتماعية كبيرة هذه الكلفة سواء لا في عدد الوفايات التي تنجم عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ولا من ناحية كلفة ديالها في الناتج الداخلي الخام وبناء على التشخيص الذي قام به المجلس يتضح أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال الصحة والسلامة في العمل فيما يتعلق بإعداد مشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة في العمل وإحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية وإعداد السياسة الوطنية والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل 2020-2024